نجوم المسلسلة التلفزيونية الشهير فرانس حاليا في مباحثات لإعادة جمع شمل الأصدقاء الستة في عمل خاص بعد 25 عاما على أول ظهور للمسلسل على شبكة راديو وتلفزيون NBC ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن موقع مجلة هوليود ريبورتر أن المباحثات الجرية من شأنها أن تجمع جميع الممثلين الستة الباريزين مع كاتبي ومنتجي المسلسل المصادر تؤكد عدم وجود اتفاق في الوقت الحالي لكن وقع أن كل أعضاء طاقم التمثيل ومبدعية المسلسل على استعداد للاتقاء مجددا هي خطوة كبيرة في التقدم بالمشروع إلى الأمام طبعا خبر مثل هذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام على السوشيال ميديا ولكن لا يعني ذلك أن الكل سيفرح بالخبر الدليل في تغريدة أحد معجبات المسلسل التي قالت أنا أعشق فرانس بس خلاص عاد يكفي تعيشون في الماضي تجارة نوستالجيا بحتة وتغريدة تريفيس فيها وجهة نظر نتابع ما قاله قال بالنسبة للناس اللي بتشتم فرانس فرانس فعلا مش أحسن شو كاميدي خالص ومش أكتر حاجة ضحكتني خالص بس ارتباطي بالستة شخصيات دول حاجة ما شفتهاش في شو تاني انت حرفيا عايش معاهم وكل اللي بيشتم أو بينتقد فرانس بيشتم الكوميدي برسبكتيف بس ولكن بيخفل تماما عن الجانب الاجتماعي للمسلسل مارتين تغريدة لها سبعة فلسفية بعد الشيء وهذا رأيه أشهية احتمالية ومقدرية التباس الواقع بالحقيقة والتمثيل لممثلين مسلسل فرانس إذا كانوا يطلعون دائم مع بعضهم ويمارسون حياتهم كأصدقاء فهل هذا تكون حقيقي من الأصل والفصل بعد التمثيل أو ازدوجت عليهم الشخصية المزيفة والحقيقة فحسبوا انهم أصدقاء وقعيا أو هم فعلا أصدقاء